تحديث خطة النقل الشاملة لدولة قطر حتى العام 2050 هو هدف برنامج المسوحات الميدانية الذي تقوم به وزارة المواصلات والاتصالات وذلك من خلال جمع البيانات الخاصة التي تهم تطوير قطاع النقل البري بجميع أنحاء الدولة ما نقوم به الآن هو مقابلات على جانب الطريق لفهم نمط الرحلات التي يقوم بها السكان وربط المناطق في بعضها على هذا الأساس نحن قمنا بتنصيب 25 محطة على 25 طريق تشمل طرق داخلية ضمن نطاق الدوحة وطرق خارجية وإيمانا بأهمية دور الأفراد الفاعل في المجتمع ومواكبة لتطلعاتهم تقوم الوزارة بإجراء المسوحات والاستطلاعات الميدانية على جوانب الطرق مع قائد المركبات والمشات ومستخدم الدراجات وإيضا في أماكن أخرى كالمطار والفنادق وغيرها عبر شركات استشارية في سبيل جمع أكبر قدر ممكن من البيانات لاستخلاص النتائج التي تساهم في تعقيق الخطة النتائج هي ببساطة لحل المشاكل المرورية وتحديث خطة النقل للطرق وتحسين الطرق التي تعتمد على النتائج معها المشروع عملية المسع تتم بالتعاون مع شرطة المرور وذلك لتنظيم السير والمحافظة على السلامة العامة تأمين السيارات في الاستفتاء والاستبيان هذا أنه لا يشكل خطورة على رواد الشوارع ورواد الطريق ولا يسبب أي خلل في الشارع أو ازدحامات خطة النقل الشاملة لدولة قطر تعمل على تحديث نموذج النقل الاستراتيجي وذلك للوصول إلى تطبيق أفضل المعايير فيما يتعلق بشبكة النقل البري واستدامتها ضمن سياسات تدعم النمو العمراني والاقتصادي تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 وللإضاءة حول هذا الموضوع يسعدنا أن نرحب بسيد راشد طالب النابت وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري بوزارة المواصلات والاتصالات مرحبا بك سيد راشد بداية لو تحدثنا عن جهود وزارة المواصلات والاتصالات في موضوع تحديث خطة النقل الشاملة لدولة قطر يا مرحبا فيكم أختي طبعا في البداية لابد أن نذكر بأن وزارة المواصلات والاتصالات تعهدت بتخطيط منظومة نقل بري شاملة وآمنة وصديقة للبيئة وتدعم الاقتصاد الوطني وحتى نقدم أو نقوم بإعداد هذه الخطة لابد من إعداد الدراسات والبرامج اللازمة لذلك وهذه الدراسات والبرامج تحتاج إلى بيانات ومعلومات حقيقية مطابقة لأرض الواقع تقوم بدعم هذه الخطط التي تقوم فيها وزارة المواصلات والاتصالات وحتى نحصل على هذه البيانات والمعلومات الحقيقية والمطابقة لأرض الواقع لابد من الوصول إلى المستخدمين فالمستخدم هو أفضل مصدر للمعلومات ممكن أن يضيف إلى خطة النقل الشاملة في دولة قطر وحتى تكون هناك نتائج حقيقية للخطط التي تعمل عليها وزارة المواصلات لابد من المعلومات أن تكون المعلومات والبيانات صحيحة فإذا كانت المدخلات من البيانات والمعلومات صحيحة كانت المخرجات أيضا صحيحة وبالتالي تحقق الهدف المرجو بإذن الله سيد راشد تحدث التقرير عن نموذج النقل الاستراتيجي الذي تعمل وزارة المواصلات على تحديثه لو تحدثنا من مقصود بهذا النموذج نموذج النقل الاستراتيجي هو نظام نظام محاقاة هذا النظام يعني هو يعتمد على خطة الخطة الشاملة أو الخطة العمرانية الشاملة في الدولة استخدامات الأراضي يعتمد أيضا على النمو السكاني ومعدلات النمو السكاني هذا النموذج يتم إدخال جميع المدخلات أو البيانات من خلال ما ذكرنا آنفا وبالتالي يتم عمل أو تشغيل هذا البرنامج هو نظام وبرنامج يعني يتم عمل وتشغيل هذا البرنامج يعطينا أو ينتج عن هذا البرنامج سيناريوهات عدة سيناريوهات هذه السيناريوهات تتيح لمتخذي القرار اتخاذ القرار الصحيح بناء على المحاكاة سواء للوضع الحالي أو المستقبلي وهذا النموذج ممكن أن يعمل على نظام دولة قطر في النقل لمدة تصل إلى حتى 2050 تحدثتم قبل قليل عن ضرورة أن تكون نتائج المسوحات والمعلومات التي تصل من المواطنين والمقيمين صحيحة كيف ترى تجاوب المواطنين والمقيمين مع الفرق الميدانية ووعيهم بهذه المسوحات نعم في البداية وزارة المواصلات والاتصالات اتفقت مع الشركاء الرئيسيين على إقامة هذه المسوحات ومنها وزارة الداخلية وحصلنا على جميع الموافقات في هذا الصدد أيضا وزارة التخطيط التنموي والحصاء واجهنا صعوبة في البداية وخصوصا في المقابلات المنزلية ولكن قامت وزارة المواصلات بإرسال رسائل إعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي أيضا هناك كان فيه توعية فيه رسائل من وزارة المواصلات والاتصالات هذه الرسائل أدت إلى توعية نوعا ما للجمهور في هذه المسوحات والزيارات الميدانية والحملات الإحصائية والاستقصائية تحسن الوضع ونحن إن شاء الله نتوقع تحسن أكثر في المرحلة المقبلة إن شاء الله نتمنى ذلك سيد راشد طالب النابت وكلي الوزارة المساعد لشؤون النقل البري بوزارة المواصلات والاكتصالات شكرا جزيلا لك على حضرك معنا أفوانا لا أفوانا لا أفعاد